كشف تفشي وباء كورونا عن حجب التخبط الذي تمارسه السلطات في العراق وعمق الأزمات التي تعاني منها جميع مؤسسات الدولة وليس الصحية فقط لم تمر سوى أيام قليلة على تسجيل أعلى حصيلة يومية من المصابين تجاوزت الخمسة آلاف إصابة حتى قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الحكومية التخفيف من إجراءات مواجهة الفيروس بفتح جميع المنافذ الحدودية والمطاعم والمقاهي واستئناف النشاطات الرياضية وإعادة دوام نصف عدد الموظفين الإجراءات هذه جاءت في وقت يشهد فيه العراق ارتفاعا مستمرا في عدد الإصابات حيث تجاوز العدد الكلي 264 ألف إصابة وفق الإحصائيات الرسمية وأكدت النائب انتصار الغريباوي أن كورونا بات ضيفا لكل عائلة عراقية دعية إلى ضرورة اعتماد الأطر الوقائية لإيقاف تزايد الإصابات والحد من خطورة الفيروس الذي التهم أرواح الآلاف حتى الآن بدوره حذر مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في العراق ورئيس بعثتها أدهم إسماعيل من أن الوضع في البلاد مقلق مؤكدا أن التجمعات وفتح التعايش بدون ضوابط أدى إلى زيادة الإصابات مشيرا إلى أن موجة ثانية قد تداهم العراق في الأسابيع القادمة وفي وقت سابق انكشف مدير عام دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة رياض الحلف أن الأيام الأولى من شهر محرم كانت فيها الأعداد ثابتة لكن الإصابات ارتفعت بعد انتهاء مراسم زيارة عاشراء بسبب عدم التزام المواطنين بالإرشادات والقرارات الصحية وعدم تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي وبدأت إصابات كورونا بالارتفاع في العراق منذ نحو أربعة أشهر عندما خففت السلطات القيود المفروضة لمكافحته وعلى رأسها حظر التجول الشامل سبق ذلك الإبقاء على فتح الحدود والأجواء مع إيران والتي كانت بورة انتشار الوباء في المنطقة وتسود مخاوف من انهيار النظام الصحي المتهالك في العراق في ظل بنية تحتية محدودة بفعل الصراعات والفساد الذي ينخر مؤسسات الدولة والتخبط في إدارة الأزمة الصحية كحال باقي الأزمات التي يعاني منها العراق